وقعت مجموعة بيئة اتفاقا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بهدف التعاون واستكشاف أفاقي إنشاء أول مصنع لعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية منتهية الصلاحية يأتي ذلك بعد أن شهدت الإمارات ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يتحولون من اقتناء المركبات التقليدية إلى المركبات الكهربائية ومؤخرا أبدأ أكثر من 30% من الأشخاص في الإمارات استعدادهم للتحول إلى السيارات الكهربائية اتشير التوقعات أن سوق المركبات الكهربائية سينمو 30% سنويا في المدة ما بين عام 2022 وحتى 2028